اهلا بكم ومرحبا في المسيح هو الحل هل بتشعر بالاكتئاب؟ ممكن تتعرض لاكتئاب بسبب خلافات زوجية او مشاكل مادية او موت شخص غالي جدا عليك او تعرضت المرض معين او بتحق يعني كده ساعات تحس ان الدنيا مسدودة في وشك تشعر بالاكتئاب بدرجة انك تشعر انك عايز تنهي على حياتك او تشعر بالانطواء وتكره الحياة او تكره نفسك كمان حصلت وبتحصل كتير زي حالتك طب اجيب لك مثال في العهد القديم في سفر الرعوص في واحدة اسمها نعمة نعمة دي اسمها معناه سعادة خدوا بالكم من اسم سعادة ده دي تركت بلدها بيت لحم هي وجوزها وولادين ليها وعاشوا في بلد تانية غريبة حصلت ظروف اقتصادية ده سبب خروجهم من البلد البلد مشوا منها جوزها مات في الغربة وجوزت ولادها الاتنين وبعدين ولادها الاتنين ماتوا كمان فقررت انها ترجع بلدها اللي هي بيت لحم فاهل بلدها اول ما استقبلوها قالوا لها يعني مرحبا يا نعمة انت رجعت بالسلامة والكلام ده كله في الترحيب يعرفين الشرق الاوسط بيعملوا ازاي تعرفوا نعمة ردت عليهم وقالت لهم ايه قالت لهم كلام خطير جدا قالت لهم لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة لان القدير قد امرني فكرين فكرين لما انا قلتلكم ان نعمة معناها سعادة قالت لا تدعوني نعمة بل ادعوني مرة ليه امت نسبة المشكلة المين للقدير اللي هو الله لان القدير قد امرني جدا اني ذهبت ممتلئة رحت ممتلئة ده كلام مش حقيقي هي راحب بولادة وجوزة هربانين من الجوع والحالة الاقتصادية وارجعني الرب فارغة دخلت المشكلة للرب الرب هو اللي رجعها فارغة لماذا تدعونني نعمة والرب قد ازلني والقدير قد كسرني الانسان لما بيوصل للدرجة دي بيبدأ يتكلم على الله بالباطل زي ما قالت نعمة لان القدير قد امرني والقدير ازلني الكلام السلبي ده رهيب يعني فيه شخص تاني في مزمور اتنين واربعين مختلف عن نعمة قال ايه حس بمشاعر الحزن والاكتئاب فاتصرف بطريقة ايجابية جدا مختلفة عن نعمة قال ايه لماذا اول ما شعر بالاكتئاب قال لماذا انت منحنية نفسي لماذا تؤنين فيا ترج الله لاني بعد احمده خلاص وجهي وإلهي شوفي ترج الله كاتب المزمور كان متأكد ان معه ربنا فيه امل كان متأكد ان بعد الليل نهار ولابد من بعد الضلمة نور واكيد من بعد الصليب والألم ايامة اخي اختي اوموا ترجوا الله في المسيح يسوع لان المسيح هو الحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة